مسافة قصيرة ويلامس العراقي المحشور الصوت في صناديق الاقتراع شهر على العاشر من تشرين حينما كان يحلم بأن الانتخابات المبكرة ستفرز حكومة مبكرة وبرلمانا يشرع القوانين المعطلة بسرعة استثنائية لكن الأحلام تراودها كوابيس الآتراض والتأخير من كتل تصر على التشجيك رغم دلة العد والفرز القاطعة والحاصلة على العلامة الكاملة شرخ يزداد اتساعا بين الكتل كلما تقدمت عقارب الساعة نحو تشكيل ملامح الدولة القادمة التي يبدو أنها ستطول إلى أبعد من ذلك تيار الحكمة يتوقع أن تتأخر عملية تشكيل الحكومة تسعة أشهر فلا ملامح ولادة مبكرة فجنين يقبع في رحم الانغلاق السياسي الذي تمده حبال سرية متصلة بالخارج تغذي الخلافة الداخلي تعرق الولادة العملية الديمقراطية يشير زعيم التيار الصدري إلى ذلك تدخل فالأطراف الخارجية تكسب من الوقت حشاشة البلاد ورخوة الأمن وضعف القانون وانعدام التشريع لتزداد نفوذا إلى نفوذها أما ملامح الكتلة الأكبر تؤرقها تحركات الإطار التنسيقي الذي يصف نفسه بأنه الأكثر حظا في تشكيل الحكومة حينما ضم تحت جناحه الأطراف الشيعية المعترضة فهو مشكك بالنتائج من جهة ومتشبثا بالحصول على مزيد من الغنائم من جهة أخرى أما التيار الصدري فهو الأكثر تشبثا بنتائجه المحققة وهو الفائز بالكتلة الأكبر بحديث صدري واثق من تشكيل الحكومة منتظار توافقات بينهم وبين الأكراد والسنة المنتظرين عبور بحر شعي قسمته ورقة انتخابية قد تغرق به السفن العابرة للسنة والأكراد المنتظرين لحكومة يتوقعوا أن تكون توافقية فالانفراد يمكنه تشكيل الحكومة في ملخص يشير إلى أن الحكومة لن تتشكل حتى وقت قريب والانتظار هو حليف المواطن المنتظر لسباق عنوانه التأخير